أهل حلب هني أهل القدود أهل حمص كمان أهل الشيخانة أهل الشام أهل الإنشاد أهل دارية طبعاً بقوله حماص ودارية أولاد عم أي موشح أي قدود أي قصاء أي أمر بد يكون نحن نعمل له مثل ما بقوله كل مين إلو لونه كل مين كل فرق إلو لونه كل مين بشتغل طبعاً في الموشحات كثير فرق بتشتغلها بس كل فرقة اسمعها من فرقة فلان وفرقة فلان تسمعها كل مين إلو نمط كل مين إلو الشغل كل مين إلو تعديل فهذه البروفات هي أساس كل شيء وأساس قبل الموالد موسيقى الشوام إلو نجوان معي أخ من الغوطة ومعي أخ من دارية ومعي أخ من إدليل طبعاً نحن كل مين ستأخذ منه يعني موضوع الروتين اللي عندهم شو هو روتين العراس اللي عندهم صرت أدمجة مع العراس الحمصية وبنفس الوقت العراس الحمصية ستأدمجة بعراسهم هني مشان ننسق بعضنا بنفس الوقت نكبر بعضنا موسيقى موسيقى بتفوت على تجاوب حفال فبكون في سميعة بدي موشحات بدي قدود بدي هذا الأمر هون بده يكون الشغل على أعدة الناس في عالم بتحب من فوتك إنه ترقص بتلاقي مبسوطة بدي يعني أغنية مطلوبة بس إنها ترقص فارحة كبيرة هيك يعني كل عرس وإلو جوه موسيقى جمعوا بالناس وبالحفلات وإلى آخرة طبعا هو بطور حاله من حاله يعني طبعا بتفوت أنت أول ما تفوت على العراس بتشوف شو ناقصك شو تجول بالدنيا العالم شو هالأمر هذا التطور أنت اللي فينك تتعدله لفرقتاك وتكبر فيه فرقتاك وطبعا تجزب الناس إلك وتطرب الناس فيك والله بوزي الوارد والله العريس عمر وارده وبحطه عماسي والشاي العماسي كل الشباب بحطه عماسي وذول الإنشاد ما مشينا فيه مشان مصاري ولا مشان هذا الأمر لا إحنا مشينا فيه أول شي مشان ندخل بقلوب الناس موسيقى 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 موسيقى